اشتركوا في القناة سوف تحبقوا في القناة الله سلام نتعلم منك مهارات حلو لا أقول مهارات لا لا أقول مهارات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم لدينا موضوع في فقرة المهارات طبعا موضوعنا اليوم أي شخص يصدقوني يستفيد منه خاصة في هذه الفقرة و بقية الفقرات خاصة في هذه الفقرة الكل يستفيد بدون استثناء فنبدأ موضوع ما رأيكم نبدأ طيب كيف أكون إنسان متفائل التفائل له تأثير إيجابي على حياة الإنسان في عقله و جسده و نفسيته و لا يعني التفائل أن نؤجل الأشياء الصعبة و السلبية لكن يعني تغيير طريقة التعامل معها اليوم جبت لكم عدد من النصائح التي تجعلنا متفائلين أو تساعدنا على التفائل بشكل دائم أولا سيطر على ردود أفعالك وهذا الفرق الرئيسي بين الشخص المتشائم و المتفائل لأن المتشائم أو المتفائل يرى المشاكل أمرا مؤقتا يمكن تجاوزه بينما المتشائم يراها دائمة و يجعلها تؤثر عليه لفترات طويلة ثانيا يجب أن تصاحب الأشخاص الإيجابيين يقال بأن المواقف الإيجابية معدية لهذا فإن وجود أشخاص إيجابيين حولك سيساعدك لتكون متفائل و تصبح إيجابي ثالثا إزالة التأثيرات السلبية كما يجب أن يحرص الفرد على أن يحيط بنفسه بأشخاص إيجابيين فعليه أيضا إزالة أي تأثيرات سلبية على حياته و حوله و من محيطه و طبعا في حياته اليومية مثل تأثيرات نشرات الأخبار أو قضاء أوقات طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي أو العمل في بيئة سلبية كما ينصح الشخص بممارسة نشاطات يومية تزيد من تفائله و إيجابيته تكون بديلا عن أي نشاطات سلبية مثل ممارسة التمارين الرياضية أو تزييم مكان العمل أو المنزل و مساعدة الآخرين و غيرها من الأشياء الإيجابية رابعا عدم التنبؤ المبالغ فيه بالمستقبل يمكن أن يؤدي التفكير المستمر بالمستقبل و الخوف منه و ما يمكن أن يحصل فيه أمرا سلبيا يؤثر على نفسية الفرد و قد يحيطه أو قد يجعله متشائما لهذا يجب على الإنسان أن يعيش لحظاته و يفكر في الحاضر الذي قاعد يعيشه و لا يكثر تفكيره في المستقبل خامسا تجنب مقارنة نفسك مع الآخرين يمكن أن يؤدي مقارنة الفرد لنفسه مع الآخرين لشعوره بالإحباط و التشائم و ذلك نتيجة لشعوره بالفروقات و أنه متأخر عنهم أن هذا الشخص أفضل مني أو لا أفضل مني فلا تقارن نفسك بالآخرين فهذه من الأشياء التي تساعد على الإيجابية و إبعاد التشاؤم عن الشخص و بدلا من هذه المقارنات السلبية فإن عليه أن يعلم بداية لكل شخص ظروفه الخاصة المحيطة به و من ثم عليه التركيز على نفسه و تطوير ذاته في الوقت الحالي مع نفسه و في وقت سابق و هي طريقة تفكير إيجابية تزيد من تفاول الإنسان كان هذا طبعا موضوعي اليوم معكم أتمنى أنكم استفدتم و مثل ما ذكرت موضوع جدا مهم سالفة أن التفاؤل و التشائم و ذكرنا لكم الفوائد الخامسة أو الفروقات بين الأشياء التي ممكن تساعدك أن تكون متفائل و في نفس الوقت تتجنب العادات السلبية التي تجعلك متشائم ننتظر ردودكم على برنامج إكس و تغريداتكم نراكم بإذن الله الآن نتحدث مع الشباب و نسمع تغريداتكم شكرا